إجراءات استعجالية تتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المهرب مع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية وقد تم تفعيل نظام المداومة في المؤسسات الصحية بالمناطق التي تعرف ارتفاعاً في درجات الحرارة حيث تمت تعبئة مهنية الصحة من أطباء وممرضين وسائق سيارات الإسعاف بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتقديم العلاجات اللازمة وتحس الوزارة في هذا الأساس المواطنين على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية المرتبطة بهذا الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر والتي تشمل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ودعت الوزارة في هذا الخصوص المواطنين إلى شرب كميات كافية من الماء بانتظام لتجنب جفاف الجسم وترطيب الجسم جيدا بالماء بشكل دوري لسيم الوجه والذراعين مع تجنب الخروج خلال فترات النهار التي تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة بين الساعة الحادي عشر صباحا وثامنة مساء والبقاء في أماكن باردة وتجنب الأنشطة البدنية الشقة كما أوصت الوزارة المواطنين بالحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ خلال النهار وفتحها في المساء واستشارة الطبيب في حالة وجود مشاكل صحية أو تلقي علاجات منتظمة ومن الأعراض التي قد تنجم عن تعرض المفرط للحرارة الارتفاع في درجة حرارة الجسم والشحوب في لون الجلد والتشنج في الأطراف وعضلات البطن مع شعور بعطش شديد أو فقدان للوزن ثم الإحساس بصداع في الرأس والغثيان خاصة عندما تصل هذه الأعراض إلى درجة فقدان الوعية وفي حالة ظهور أي من هذه الأعراض تنبه وزارة الصحة إلى ضرورة التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية وتعيش المملكة منذ أيام موجة حر قياسية حذرت منها المديرية العامة للأرصاد الجوية وتراوحت فيها درجات الحرارة ما بين 42 و48 درجة وتشير توقعات إلى تراجع في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين مع وصول تيار هوائي بارد من الشمال الغربية ترجمة نانسي قنقر